بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدات زي ما بيبقى يوم السبت يوم بيجينا فيه النسي من التراوة والجمال لما بنكون مع اخوانا اصحاب السعادة وبيكون يوم الحد كمان بنحس بالفرسحة لما بنحاول نتفقد بيودنا بس يوم الاثنين ليه ميزة خاصة يوم الاثنين فيه ميزة خاصة لان احنا بنتكلم عن المستقبل عن الامل عن اولادنا بنتكلم على تعالوا بكرة نعمل ايه تعالوا بكرة نعمل ايه مع اولادنا ان احنا بنحاول بقدر الامكان مش بس نحصنهم لكن كمان نستثمر فيهم وعشان كده بتكون حلقات يلا نبني اللي بنكون فيها يوم الاثنين بتبقى حلقات مهمة جدا جدا ومهمة جدا ان احنا ندخل جوالبيوت عشان نحصن اولادنا نحصن اولادنا من حياة كتيرة اوي حاصن اولادنا من السيولة الاخلاقية والسيولة الدينية والسيولة الفكرية ايه يا عم السيولات اللي عندك دي السيولة الاخلاقية فنحفظهم كتير اوي اوي من كل اللي احنا بنشوفه من تهدم الاخلاق الى ان نصل الى مسائل زي الشزوز وغيرها ولا السيولة الدينية عشان ما يوصلناش بالتطرف ولا يوصلننا بالالحاد ولا السيولة الثقافية والمجتمعية ووفق الاهوية فاحنا مركزين اوي مع اولادنا عشان كده وعشان كده تعالوا نتكلم من الصغير الى الكبير من الزواهر البسيطة اللي بعض الناس ممكن يعدوها ويعتبروها من سمات الحياة بس هي ما تتعداش ما يتعداش مشهد زي المشهد اللي هقولولكم ده اللي هو بقى مشهد متكرر معتاد في كل البيوت وكأنه بقى هو ده المشهد وبقى بقيت المشاهد مشهد ايه متكرر اللي هو مشهد الاساسي في البيوت اللي هو مشهد ايه مشهد ان كل واحد في البيت مختار مكان اللي مختار الليبنج واللي مختار قطه ومختار المكان ده وقافل عليه لدرجة انه ممكن ادخل مثلا غرفة زي او الصالة في اماكن كتيرة فلاي عايزني اعمل ايه ابعد فكل واحد مزنوب في قطه وقاعد جوه قطه اوضف الشقة وقافل عليه وحتى اللي هو موجود في مكان بنمر بيه هو حاطت سماعات على اودانه وقافل عليه برضو فهو على كل حال كل واحد ايه قافل على نفسه عايشين في ايه عايشين في اماكن ممكن نحتاج الى رحلة فيها وزي ما اقول لكم زي ما وسائل التواصل خلت الرابط المسافات هيبعدت المسافات لان احنا بنتطر عشان نتقابل مع بعض يعني يتقابل مع ابنه ويتقابل مع بنته ويتقابل مع مراته في بعض الاحين ما حتى مراته بيحتاجوا ان هم يعملوا عناعمل ايه محتاج ترتيب يعني لان كل واحد في مكان بعيد ايوه اللي جي ازهانكم ده كل واحد في الجزيرة منفصل عن الاخر وزي ما شاد ده انا بسميه الجزر الاسرية اللي بتحتاج مشقة عشان تسافر من جزيرة لجزيرة وبقى كل واحد فينا اه صحيح انا بنحب ان كل واحد يبقى عنده خصوصيته وتميزه بس ما يبقاش عنده بعده بقى عندنا ابعاد كتيرة فيه فجوات كتيرة في البيت وفيه حفر ممكن تيجي تمر عشان تدخل غرفة ابنك تقع في حفرة تسأل نفسك طيب هو هيستقبني ازاي هو هيقبني ازاي كأنك مسافر من بلد لبلد ومحتاج تأشيرة للأسف فأنت محتاج تأشيرة فكل فرد من أفراد الأسرة والأولاد قرروا انهم يقعدوا ويعيشوا في جزيرة لوحدهم وبيظنوا ان ده هو الحرية وراحة البال ان راحة البال وحرية تكون في العزلة اعز النفسي مشاكلهم يحلوها بقى سواء كانت المشاكل ديت اللي عدم تأهل الأب والأم في الجواز فانعكس على الأولاد ان هم مش عايزين يدخلوا في مشاكل الأب والأم او هم مش عايزين يدخلوا في مشاكل أخواتهم اللي هم ممكن يكونوا عندهم اي نوع من أنواع الانحراف او اي نوع من أنواع عدم الموافقة مع الأهل او ان الأباء نفسهم شايفين الأولاد مجوش على كفهم ما بقوش على كفهم ما بقوش فانعزل الأباء فيبقى دايرة الانعزال بقيت دايرة جنب انعزل الأب والأم اللي انه مش رضين عن الأولاد فانعزل الأولاد فانعزل الكل فساعات بينعزلوا جميعا زي الأب اللي بيجي مثلا من الشغل برده دا شكل من أشكال عايز يفصل فيقعد في قطه أو مكتبه ويقعد ايه لوحده حتى في أيام الأجازة ويبقى عنده فكرة هو شايفها فكرة لطيفة وانا بقول للرجال لو سمحتوا ركزوا معايا لو سمحتوا الفكرة اللي عندك دي فكرة قاتلة لك انت شخصيا فكرة ايه؟ انا عايز افصل ارجوك ما تفصلش لان الفصل في بعض الأحيان بيوصل ليه للانفصال فتنفصل عن أولادك وتنفصل عن الحياة وتنفصل عن البيت فانت مش بتفصل انت بتنفصل انت اقول انا عايز ارتاح فالراحة مش عدم العمل لكن الراحة يا سيدي هو العمل السعيد وعشان كده ممكن انعزل برا البيت كمان يغضل يغضل يوم كله برا حتى بعد الشغل ويجي عنهم بس وده بيبقى البيت عنده بالنسبة له هو فندق بيبيت فيه يبقى عندي بيت وبات برا فبيجي بيبيت في البيت لكن هو اللي حصل لو طال يقعد برا هيقعد برا طول الوقت ليه مش عايز دوشة ومش عايز جد فالعزلة دي بتوصل للأولاد انا دايما نقول كده ان العزلة من أعدى الأمرات الاجتماعية اشتركوا في القناة